أصباح الخير اليوم نظر في الوقت هذا عشان نمشي للمكان هذا أكيد سماعت على أشخاص تغير دينهم لكن عمرك سماعت على معبد يغير دينه أنكروات المعبد اللي ورايه هضم بناه في القرن الثاني عشر على إساس كائن معبد هندوسي بعدها في القرن الرابع عشر تغير إلى معبد بوذي وللعند اللحظة هذه مازالوا يستعملوا فيه كمعبد بوذي ويتعبدوا فيه البوذيين والمكان هذا أكبر مكان مقدس في الآلم مساحته 400 كم مربع يعني أكبر من دولة مالطة على أغلب هتحتاج تكتك عشان تنقل فيه المكان كبير لدرجة أن يوم واحد ما يكفيش أنك تلف المكان كله عشان هكي يبيعه في تذاكر تقدر تلف فيها المكان على مدة أسبوع موسيقى 50% من السياح الذين يأتي إلى دورة كمبوديا يأتي هنا فقط موسيقى 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 كمال شحن الكاميرا كمل بالتلفون موسيقى 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 بس أكتر حاجة عشبتني في المكان مش الأشياء الدينية ومش حجم المكان ومش عدد السياحة كده أكتر حاجة عشبتني هنا أكتر حاجة عشبتني هنا هي الإبداع المعمارة متاحة موسيقى إذا كان الإبداع هذا كله ندار قبل 10 قرون منتوع ممكن أن نديره بعد 10 قرون منتوع هيا سلام نودعك من أنكروات تراقوا في فيديو الجديد موسيقى موسيقى موسيقى